فذكر بالقرآن من يخاف عيد ويقول سبحانه وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت فهذه تذكرة من كتاب الله وتحذير حذرنا الله به في كتابه حذرنا الله من عواقبه تذكيرا بأمور حذرنا الله من عواقبه في كتابه الكريم وحذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهو أكل الربا فالناظر إلى أحوال الناس الآن في كثير من بلاد المسلمين يجد دمارا كبيرا ويجد تدهورا في الاقتصاد ويجد إصابات بالفقر والعياذ بالله وانخفاض لقيمة عملة البلاد فضلا عن جوع أقوام وفصل أقوامهم من العمل وتعطوا الأعمال ولا يدرون ما السبب ودائما نحن نستبصر بكتاب الله ونستبصر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من الجديد بنا أن نذكر بما في كتاب ربنا مما يوضح لنا أسباب ما نحن فيه من هذا التدهور في الاقتصاد ومن هذا الفقر الذي أصيب به أقوام ترجمة نانسي قنقر